كثيرون خارج السعودية توقعوا أن يعكس هذا المؤتمر عزلتها بسبب قضية خاشقجي لكن الواضح أن السعودية ليست معزولة الحضور الكثيف لقادة دوليين في مجال النفط والغاز دليل على الثقة الكبيرة في مكانة المملكة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يحضر ملك الأردن ونائب رئيس الإمارات وولي عهد البحرين ورئيس وزراء باكستان وآخرون ويحضر أيضا عشرات المسؤولين من العالم وعشرات القيادات الاقتصادية مثل الرئيس التنفيذي للشركة توتال الفرنسية باتريك بويان هذا عدا عن 135 متحدثا يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة ورياديين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فنادق الخمس نجوم في العاصمة الرياض مثل فندق الريت كارلتن الذي يستضيف المؤتمر أعلنت نفاذ كافة غرفها وفيما سحبت مؤسسات أعلامية شراكتها مع دافس الصحراء الإعلام متواجد هنا بقوة للتغطية كثيرون في السعودية يقرون بأن الأزمة كبيرة لكن التصميم على النظر نحو المستقبل أكبر وأكثر أهمية لعل الدليل الأكبر على ذلك 25 اتفاقية بـ 50 مليار دولار في اليوم الأول أحمد الهادي العربية